سلامات على المشاهدين والمشاهدات أنا ياسر أبو معيلق وهذه حلقة جديدة من كراش كورس ساريخ العالم بالعربي اليوم سنتحدث عن سلسلة الأحداث التي جعلت جلوسك على الكمبيوتر أو أمام هاتفك الذكي أو تلفزيونك الذكي ومشاهدة هذه الحلقة ممكنا الأحداث التي جعلت هذا الاستوديو ممكنا حان الوقت كي نتكلم عن الثورة الصناعية والتي حدثت بحدود نفس الفترة التي اندلعت فيها الثورات الفرنسية والأمريكية والهايتية وثورات أمريكا اللاتينية أي بين عامي 1750 و1850 حقيقة الأمر هي أن الثورة الصناعية كانت الثورة الأكثر ثورية بين كل هذه الثورات كثيرون منكم قد يختلفون معي ويقولون أن تلك الثورات أدت إلى تغيرات جغرافية وقيام دول جديدة وحدود وأعلام وواواواواوا لكننا بعد دراسة حوالي 15 ألف عام من التاريخ البشري في كراش كورس سنرى أن الحدود والأعلام كانت تتغير باستمرار وستستمر في التغيير طوال تلك الفترة لم يتغير الكثير في الطريقة التي نتخلص فيها من فضلاتنا أو نعثر فيها على مصادر الماء أو نحصل فيها على الملابس كان معظم البشر يعيشون على أو بالقرب من الأرض التي كانوا يعتشون منها وباستثناء الطفيفة لم يرتفع متوسط الأعمار فوقها 35 عاماً ولم ينخفض أقل من 25 عاماً التعليم كان ميزة وليس حقاً وعلى مدى آلاف السنين لم نقم بتطوير أي سلاح يمكنه قتل أكثر من دزينة من البشر بضربة واحدة أو السفر بسرعة أكبر من سرعة الحصان على مدى 15 ألف عاماً معظم البشر لم يكونوا يملكون أو يستخدمون أي شيء صنع خارج مجتمعاتهم المحلية سيمون بوليفار لم يغير ذلك والثورة الأمريكية لم تغير ذلك وأعلان حقوق المواطن الفرنسي لم يغير ذلك عندك كهرباء في بيتك السبب الثورة الصناعية تأكل الموز في الشتاء والبرتقال في الصيف الثورة الصناعية هل تعيش في مكان ليس مزرعة الثورة الصناعية هل تقود سيارة الثورة الصناعية تعليم مجاني ممنهجي مدة 12 عاماً الثورة الصناعية سريرك أدويتك مرحاضك مساحيق تجميلك الماء من الصنبور كل لحظة في حياتك الثورة الصناعية خذوا هذه الإحصائية قبل الثورة الصناعية كان حوالي 80% من سكان العالم يمارسون الزراعة كي يعتاشوا منها وكي يمنعوا العشرين في المائة الآخرين من الموت جوعة اليوم أقل من 2% من سكان العالم يعملون بشكل مباشر في فلاحة الأرض كيف إذن وصلنا إلى هذا المستوى الذي لا نحتاج فيه إلى زراعة مناكل؟ الجواب التكنولوجيا الثورة الصناعية كانت زيادة في الإنتاج سببها استخدام الآلات وميزتها كانت الاعتماد على مصادر طاقة جديدة بالرغم من أن هذا التعريف البسيط سيصبح أكثر تعقيداً إلا أننا في حلقة اليوم استثناءاً سنقول أن الثورة الصناعية ليست الرأسمالية لكننا سنرى الأسبوع القادم أنها متصلة بالرأسمالية الحديثة الثورة الصناعية بدأت عام 1750 ووقعت في معظم أنحاء العالم ولكنها بدأت في أوروبا وتحديداً في إنجلترا كيف حدثت الثورة دعونا نذهب للمرسوم المفيد الابتكارات التي جاءت بها الثورة الصناعية مرتبطة ببعضها البعض على سبيل المثال صناعة النسيج البريطانية اختراع المكوك الطائر على يد جون كي عام 1733 زاد من سرعة النسج وأدى بدوره إلى زيادة الطلب على الغزل والذي أدى إلى اختراعات مثل مغزى الجيني وإطار الغزل المائي وسرعان ما تمت أتمت هذه العمليات باستخدام الطاقة المائية إلى أن اخترع المحرك البخاري الذي جعل المكوك الطائر جديراً باسمه في مصانع القطن أنجح المحركات البخارية كان من اختراع توماس ما سمه ولا شيء على اسمه نيو كومن وكان هدفه إزالة الماء من المناجم ولأن الماء كان يزال من المناجم كان المزيد من الفحم يستخرج لتزويد المزيد من المحركات البخارية بالطاقة إلى أن جاء جينس في وحدة قياس وجامع على اسمه واط وأطفى تحسينات على محرك نيو كومن محرك واط لم يجعل القطارات والسفن البخارية فقط ممكنة بل زادة من فعالية مصانع القطن ولأول مرة في التاريخ تم استخدام مواد كيموية غير البول الراكد ما بمزح معكم لطبيض الملابس أول تلك المواد كان حمض الكبريتيك الذي أنتج بكميات كبيرة بفضل الغرف المبطنة بالرصاص والتي بدورها لم تكن ممكنة بدون الزيادة المطاردة في إنتاج الرصاص بحدود عام 1750 في بريطانيا وكل ذلك بفضل مسابق الرصاص التي تعمل بالفحم كل هذه العوامل ساهمت مجتمعا في إنتاج المزيد من الغزل الذي كان يبرم ويبيض بسرعة أكبر وبكلفة أقل من ذي قبل وهي عملية جعلت من الممكن أن تشتري قميصا قطنيا بسعر أقل من 20 دولار شكرا جماعة الانيميشن المشكلة في كون عوامل الثورة الصناعية متصلة ببعضها البعض بقوة هو أن ذلك يجعل من الصعب تحديد سبب حدوثها في أوروبا وبريطانيا تحديدا بدلا من مناطق أخرى حول العالم البحث عن هذا السبب هو في الحقيقة من أكثر النقاشات التاريخية جدلا حتى اليوم إليكم بعض الحجج الأوروبية لسبب حدوث الثورة الصناعية في أوروبا هناك حجة التفوق الثقافي التي تزعم أن الأوروبيين أذكى وأفضل من باقي الشعوب هذه الحجة أحيانا تشير إلى امتلاك الأوروبيين عقلانية أكثر تطورا من الآخرين خمنوا معي من أين ينحدر أولئك الذين يميلون إلى هذا التفسير نعم من أوروبا نفسها هناك أيضا آخرون يقولون أن أوروبا وقتها كانت الوحيدة التي تمتلك ثقافة العلم والاختراع والتي جعلت اكتشاف التقنيات المؤدية للثورة الصناعية ممكنة حجة أخرى هي أن المؤسسات السياسية المتحررة شجعت على الابتكارات وأن حقوق التملك القوية خلقت حافزا للاستثمار في هذه التقنيات وأخيرا عادة ما يشير الناس إلى قلة عدد سكان أوروبا وأن هذا التعداد السكاني القليل ساعد على اكتشاف تقنيات موفرة للعمالة اليدوية لا أجه وقت رسالة الحلقة؟ رسالتنا اليوم إلى المحرك البخاري عزيزي المحرك البخاري تعرف شو أحلى شيء؟ أنت لم تتعرض للتغيير أو التحسين على الإطلاق معظم الكهرباء حول العالم سواء من الطاقة الفحم أو الطاقة النووية هي في أصلها محرك بخاري إنتاج الطاقة ما يزال مرتبطا بتحويل الماء إلى بخار وحرارة وهذا أكبر دليل على أن الثورة الصناعية كانت ثورية بحق وأنها لم تنتهي إلى اليوم بل تمر بمرحلة التطور شكرا لك ومع تحيات ياسر أبو معيلق بحسب ما درستم ربما سمعتم إحدى تلك الحجج لحدوث الثورة الصناعية في أوروبا لكن المشكلة في كل تلك الحجج هي أنه في كل مرة نعتقد أننا وصلنا للسبب الحقيقي للثورة سنجد أن هناك سببا لذلك السبب لكن المشكلة الحقيقية في هذه الحجج الأوروبية هي أنها يمكن أن تنطبق أيضا على الصين أو الهند أو كلاهما من المهم للغاية أن نلاحظ أنه في مطلع القرن التاسع عشر لم يكن واضحا بعد أن أوروبا ستصبح القوة الصناعية العالمية الأولى لقرن من الزمان ففي ذلك الوقت كانت الصين والهند وأوروبا تقريبا في نفس المستوى من ناحية الناتج الصناعي دعونا ننظر أولا إلى الصين من الصعب أن ندعم حجة التفوق الثقافي الأوروبي لأن الصين كانت تسجل تاريخها حتى قبل كونفوشيس نهيك عن كل البرونز واللوحات والأشعار المحفوظة كما أن من الصعب أن نعمم بأن الصين كانت أسوأ من أوروبا اقتصاديا لأن الصين اخترعت الأوراق المالية وكانت تتصدر العالم في الصادرات من الحرير إلى الخزف قبل الثورة الصناعية كان النمو السكاني أحد أهم علامات النجاح الاقتصادي ووقتها كانت الصين مثل اليوم تمتلك أكبر تعداد سكاني في العالم كما من الصعب أن نقول أيضا أن الصين تفتقر إلى ثقافة الاختراع لأنها مهد البارود والطباعة والورق وربما البوصلة أيضا الصين كان لديها حرية أكبر من أي مكان في العالم فيما يتعلق بالمشاريع في ظل سلالة السونغ البعض يجادل بأن الصين لم تكن تمتلك حرية في المشاريع لأن تاريخها حافل بمحاولات فرض احتكارات على السلع مثل الملح والحديد هذا صحيح ولكن فيما يتعلق بتطبيق هذه الاحتكارات لدى الصين أيضا تاريخ من الفشل في فعل ذلك إذن في كثير من النواحي كانت الصين مهيئة لدرجة كبيرة لإحداث ثورة صناعية فلماذا حدثت تلك الثورة في بريطانيا وليس في الصين؟ الأوروبيون وخصوصا البريطانيون كان لديهم أفضليتان مهمتان الأولى الفحم عندما نتتبع تطور وسائل النقل والاتصال والكفاءة الصناعية وإنتاج الكيمويات سنجد أن جذور هذا التطور كلها تعود إلى الفحم لأن الثورة الصناعية كانت في قلبها عبارة عن استخدام مصادر مختلفة من الطاقة لأتمتة عمليات الإنتاج إنجلترا كانت تمتلك مخزونا كبيرا من الفحم معظمه وكان قريبا من سطح الأرض ما يعني أن استخراجه كان قليل للتكلفة وبالتالي استبدل الخشب في التدفئة والطبخ وغيرها من الأمور هذه الوفرة شجعت البريطانيين على البحث عن المزيد من الفحم لكن المشكلة الوحيدة في استخراج الفحم بالإضافة إلى الخطر الكبير على الصحة هي أن مناجم الفحم كانت تفيض بالماء كثيرا لا ننسى أن استخراج الفحم كان سيئا أيضا لصحة الكوكب بشكل عام المهم بسبب وجود حافز كبير لاستخراج كل هذا الفحم اخترعت المحركات البخارية لضخ الماء من المناجم لكن المحركات الأولى لم تكن فعالة للغاية وكانت بحاجة إلى مصدر وقود رخيص ومتوفر بكثرة كي تعمل أي أنها كانت بحاجة إلى الفحم وبالتالي هذا كان يعني أنها كانت أكثر فائدة للبريطانيين من بقية الشعوب محركات البخار كانت تستخدم الفحم البريطاني الرخيص كي تبقي على الفحم البريطاني رخيصا والفحم البريطاني الرخيص فتح المجال أمام أمور كثيرة مثل السكك الحديدية والفولاذ الذي مثله مثل أغلب مناحي الثورة الصناعية خلق بدورها حلقة إيجابية فالسكك الحديدية كانت بحاجة إلى الفولاذ لبنائها ومن أجل نقل الفولاذ الثقيل كانت هناك حاجة للسكك الحديدية الأفضلية الثانية كانت الأجور بريطانيا وهولندا أيضا إلى حد ما كانت لديها أعلى نسبة أجور في العالم في بداية القرن الثامن عشر في عام 1725 كانت الأجور في لندن تساوي تقريبا 11 جراما من الفضة يوميا في أمستردام كان متوسط الأجور 9 جرامات أما في بكين والبندقية وفلورنسا كان المتوسط أقل من 4 جرامات وفي ديلي بالهند كان أقل من جرامين لا نعرف تحديدا سبب ارتفاع الأجور في بريطانيا أحد التبريرات هو أن الموت الأسود قضى على هدد كبير من الناس وهذا ضيق على أسواق العمال هناك لكن هذا التبرير لا يبرر سبب بقاء الأجور منخفضة في إيطاليا الأجور المرتفعة وتكاليف الوقود المنخفضة كانتا سببين همين دفعتا أصحاب المصانع للبحث عن آلات لاستبدال جزء من العمال اليدوية وتوفير تكاليف الإنتاج المؤرخ روبرت آلن كتب حول ذلك يقول الأجور كانت مرتفعة وتكاليف الطاقة منخفضة هذه الأسعار أدت بشكل مباشر إلى الثورة الصناعية من خلال إعطاء الشركات حافزا قويا لاختراع تقنيات استبدلت العمال برأس المال والفحم لا يمكن المجادلة بأن قرب الفحم البريطاني من سطح الأرض سببه التفوق الإنجليزي الثقافي لكن الأجور مسألة أخرى لأن ارتفاع الأجور قد يلمح إلى أن الأوروبيين كانوا أذكياء في دفع أجور مرتفعة دعوني أتطرق إلى مسألة إضافية كانت الهند في ذلك الوقت أكبر منتج للأنسجة القطنية على مستوى العالم بالرغم من أنها كانت تدفع أقل الأجور في العالم الزراعة في الهند كانت إنتاجياتها عالية لدرجة أن تكلفة إعاشة العمالة كانت قليلة للغاية هذه الحقيقة مقرونة بالتعداد السكان الكبير للهند تعني أن صناعة النسيج الهندية كانت قادرة على أن تكون منتجة للغاية دون الحاجة للآلات وبالتالي لم يكن الهند بحاجة إلى ثورة صناعية الأهم من ذلك ومن منظور أوروبي يمكن القول أن إنتاج القطن الهندي ساعد على تحفيز الثورة الصناعية في بريطانيا الأنسجة القطنية هي التي دفعت الثورة الصناعية في بداياتها والسبب الرئيسي في إصرار بريطانيا على إنتاج المنسوجات القطنية هو ارتفاع الطلب عليها فالأنسجة القطنية كانت مريحة أكثر من الأصواف وأرخص تكلفة لأن القطن كان يستورد من الهند بسعر زهيد للغاية إذن القطن المستورد من الهند خلق سوقا ومن ثم استثمر المصنعون البريطانيون في الآلات ونقلوا المعرفة الهندية لزيادة الإنتاج من أجل التنافس مع الهند وهذا أحد أوجه العالمية في الثورة الصناعية الأوروبية الأسبوع القادم سنتحدث عن موضوع مرتبط بحلقة اليوم ولكنه جدلي لدى الكثير منكم ألا وهو الرأسمالية أشوفكم الأسبوع القادم هل تعتقدون أن بريطانيا لو لم تتمكن من استيراد القطن من الهند بهذا السعر الرخيص هل كانت ستحدث فيها ثورة صناعية تمتد إلى أوروبا وإلى العالم؟ شاركونا أراءكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو هذه الحلقة كانت من تقديمي أنا ياسر أبو معايلق تصويره منتاج وإعداد فني ياسر برينشكوب شكرا ياسر شكرا الأنيميشن جاءنا من شركة ثوت كافي في كندا وهذه الحلقة تقدم لكم بالتعاون مع قناة كراش كورس الأصلية ومقدمها جون جرين إذا أعجبتكم الحلقة دائما أعطونا لايك وإذا ما أعجبتكم أعطونا ديس لايك ولكن شاركونا أراءكم وانتقاداتكم في التعليقات أيضا لا تنسوا الاشتراك بحساباتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ستظهر أسفل الشاشة وأيضا لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة قناة DW عربية على اليوتيوب واضغطوا زر الجرس كي تصلكم آخر التحديثات عندما نصدر فيديو جديد شكرا لكم وأراكم لسبوع القادم شكرا لكم